يعني دعونا نتحدث عن ما أعلنت عنه الرئاسة الروسية الكريملين بكون لموسكو موارد كافية لإتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا وهذا طبعا في سياق تواصل العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الكريملين ديمتري بيسكوف لضحض مزاعم أمريكية أشارت إلى طلب موسكو مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين لدعم عملياتها في أوكرانيا في ظل العقوبات مفروضة على موسكو أستاذ غالي هل ما زالت هذه الأخيرة قادرة على الاستثمار في هذه الحرب وما مدى جسامة الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تتكبدها اليوم أعتقد بأن القناعة التي دفعت القيادة في روسيا لكي تتدخل في أوكرانيا بالطريقة العسكرية أوصلتها إلى مستوى جعلتها تضع بين نصف أعينها فقط الحل العسكري بمعنى أنه لو كانت هناك حلولاً ربما روسيا تعرف بأنها ستكون في مواجهة ولو أنها لن تكون مباشرة ولكن ستكون في مواجهة للغرب ككل لا يجب أن ننسى بأن أغلب الدول التي كانت في الاتحاد السوفيتي أو كانت تابعة للمعسكر الشرقي دخلت إلى حلف شمال الأطلسي بولندا، رومانيا، لتوانيا، إستونيا، سلوفاكيا، تشيك وغيرها من الدول التي كانت محسوبة على المعسكر الشرقي وبقيت أوكرانيا لذلك فروسيا بإقدامها على هذه الخطوة وكأنها أعطت إشارة بأنها لا يمكن أن تقبل ربما بأن هذا من كقلعة أخيرة كي تدخل هكذا بهذه الطريقة إلى حلف شمال الأطلسي فهذا يعني بأن منظومة الأمن الروسي أصبحت مستباحة ستصبح مستباحة وبالتالي فلا السياسة ولا الاقتصاد ولا أي شيء آخر يمكن أن يعطى له الاعتبار إلا من خلال هذا الحل الذي اختم اختياره وهو الحل العسكري أكيد بأن كل حرب كيفما كانت تكون استنزافية والنظريات الاستراتيجية العسكرية تؤكد دائما بأنه في الحروب ليس هناك أي طرف رابح مئة في المئة لابد وأن تكون خسائر ولكن بالنظر كما قلت إلى أن روسيا من خلال هذا التدخل فهي كانت تأي جيدا بأن الغرب سيصعب عليه أن يتدخل بشكل ويعلن حربا حتى تكون هناك حربا شاملة في أوروبا على خرار الحروب الأخرى وأوروبا تأي جيدا وتحسب جيدا هذه المخاطر ولكن لربما العقوبات الأخرى أو الحرب الأخرى التي تجابه بها روسيا كما أشرنا وأشر زميل الأستاذ صديقي ليس فقط الحرب الكلاسيكية بالدبابات والطائرات والصواريخ الاستراتيجية وغيرها والعابرة للقارات ولكن هناك الحرب الاقتصادية المستنزفة فالآن هناك عقوبات على المتعاملين بالنفط والغاز الروسي إذن فهذا في حد ذاته سيضرم جزءا كبيرا من قوة الردع الروسي على اعتبار أن الاقتصاد الروسي يرتكز بشكل كبير على عائدات النفط والغاز وبالتالي فهذا في حد ذاته سيؤثر على قدرة الدولة الروسية التمويلية وهذا التأثير على قدرتها التمويلية ربما سيتأثر به المواطن الروسي وهناك حسابات للغرب أو للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على أن ترقود هذه الأمور إلى نوع من الضغط ولربما أن تتحرك وتجمع المعارضة أنفاسها من جديد على أين الرهانات هي متنوعة ومتعددة رغم أن المراهنة على هذا الرهان رهان المعارضة الروسية في أن تقوم بشيء الآن أعتقد بأنه صعب لأن البلد هو أمام حرب حرب أنا أقول وأؤكد لا زالت أبعادها مجهولة مشكل كبير بالنسبة للجميع عشرنا إلى أن ربما جهة قد تكون متهورة وقد تقوم باستعمال السلاح النووي أو الكيموي رغم أن هناك تقارير تشير إلى أن هناك الأسلحة التي استعملت ليست أسلحة تقليدية مئة في المئة ولكنها أسلحة لها آتار كيماوية وبيونوجي